تطبيقات جديدة في مسار رقمنة مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر من شأنها وضع أرضية رقمية لتسهيل التعاملات بين المصالح الداخلية وحتى الخارجية منها المربوطة بالرحلات الجوية وغيرها جهد تعشباب الجزائري في تطوير برامج في صالح الديوان يعني برامج اللي نستعملوها اللي كانت فيما ماضى كانت تشترى يعني تشترى بالعملة الصعبة في ظل ما يشهده القطاع من تطورات تدريجية رهان رقمية وتحديات متربسين بالديوان الوطني للأرصاد الجوية حصد نجاحات وأخرى مرهونة بالوقت حالياً تطبيقات هذه تم تطويرها في قسم التطوير الهناية تطبيقات 100% الجزائرية أعطيناها اسم أمت أمت هي ألجيريا ميتولوجيكل وكان بلزيال أبيلاشون فيو معناتها فيو وال كان كوميتاشون كان آيرونانتي كان في عدة مجالات إلى غرفة التنبؤات هكذا يتم تفكيك التشفيرات المهيئة على شكل نماذج عددية وتبسيطها نقوم بفحص كل العناصر الجوية المرسلة من قبل المحطات المنتصرة عبر الطراب الوطني هناك محطات تشتغل هناك محطات آلية وهناك محطات تشتغل هناك مهندسي ومتقنين يرسلون لنا كل صباح كل العناصر الجوية عبر كامل الطراب الوطني هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية مباشرة نقوم بعمل تحليل هذه العناصر الجوية تحليل دقيق علمي ثم نقوم بقراءة للنماذج العددية هذه النماذج العددية المختلفة التي نعتمد عليها للقيام بالتنبؤة الجوية المتوقعة للأيام القليلة القادمة في مقر ديوان المصالح الجوية تتبخ ما تقدمه النشرات الجوية عبر القنوات والجلائد والمواقع الإلكترونية تطلع المشاهدين بين الساعة والساعة ما يقوله الطقس والتنبؤات الجوية ترجمة نانسي قنقر